قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه التقى خلال زيارته لمدينة شارم الشيخ مع كبار المستثمرين السياحيين مشيرا إلى أنه تم التباحث حول حجم الدعم الذي قدمته الدولة لقطاع السياحة خلال الأزمات السابقة وأوضح مدبولي أن المستهدف وصول العائد السياحي لـ 30 مليار دولار خلال سنوات المقبلة بالرغم من كل الأزمات بقى عندنا 11 مليون سياح وده تقريبا بقت الأرقام قبل أزمة كورونا ولكن احنا طموحنا مضاعفة هذا العدد وفي خلال فترة زمنية بسيطة فإذا كانت النهاردة إرادتنا بتيجي من السياحة في حدود 11-12 مليار دولار سنويا أنا بكلم مع القطاع النهاردة الخاص والمطورين عن أننا نحقق مستهدف 30 مليار دولار في خلال السنوات القليلة القادمة